بحالة الناس كنوات كلها لانت بتاخد من ناس فلوس لانت بتلم على ولادك لانت بتشهت على ولادك مش قول انا بولت الكلمتين دول عشان اثبت قدام الدنيا كلها انا ماخدش حياة من حد انا بتمنى اه انا بتمنى ان ربنا عز وجل هيت عندك امل ان ولادك تخيفه بتجري وراه انا بقالت 18 عشان سين بقى جري واللي بيتكلم عليها واللي بيشتم هنوقف قدام ربنا وهنقتصكم الناس دي ما طلبتش حد من حد فلوس اللي بتقول لي يا احمد انه يتصل علي هجيب له لك ادوية اقول له اهل الوسائل انه الرشيد تدهي وهات التده الدواء بتكلف 4000 جلي كل شهر هات انت الادوية عندهم بقى دوت عايز بقى 24 ساعة ياكل ويشتر بص انك عايزة حدبتشوفي ده لو ميزان كنت وزانته معدل 100 كيلو طفل عنده 12 سنة اخر مرة وزنه 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 كان عنده الدكتور من حول اسبوع ولما يبيجوع وتمنى عنه الاكل بيعمل ايه ما انتشافه بقى كده يعني بيعمل يعني جناية ولازم السوبر ماركت اعدى على كل سوبر ماركت يقول تكسين بالله ممكن اللافة اخد ب25 جنيه في اللافة الواحدة وياخدش عارف بقى هو مش مش مريض ولا مجنون هو عارف لا وعارف اللي تشوفت ده كبير وده الصغير وده الوحش وده الحلو مش ميه انت عارف يا سيدانهل لو انا عارف اني ابني ده مفيش امل خلاص الحمد لله بس انا عارف اني فيه امل لان انا بشوف منه حاجات انه هو في عامنا وعرف بخبر حاجات يعرف يروح يدور عليها ويجيبها في التلاجة فوق يطلع ويطلع فوق يفتح الباب ساكسو يا ربي سامحني فيه طبعا ربي بنا اديك صغط العمر نعم ربي اعزي امكين العيل دي ملهاش غيرك نعم انت يعني متعب مع نفسك وتقول الساعة انا فكرت انتحر طب هم هيبقى لهم مين ليه بقى هقولك ليه من كتر الناس كنت تهولك على حاجة تصدق بالله انا بحلف الكل شيء بالله عشان تصدق اول مبارح انه كنت في الشرقية عند اهلي في زيارة رحت بالموتسكل الشرقية رحت الحمزة بيروح لحيانا الصبح خفت على ولادي اسبهم معمراتي شفت يوم مصدرت وقسملك بالله ثلاثة منك تلاثة بالليل ويجيت هنا خمسة الصبح وفضلت قاعد خدتهم ده وحمزة وأهلة وديت حمزة الحضران ولفت بيهم شوية انا عندي رحمة وبحس بولادي بس انا اما انتي تلاقي الناس كلها بتشتمك طبعا انا اقول ليه اعمل ايه وانت ثمان سنين وانت عندك امل في الله سبحانه نعم 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 واكيد اكيد رب نعف يوم الايام يعني هيكفأك على الناس انا اول هام انتي على رأسي انتي يجيت ونورت الناس ديت ونورتيني وشرفتيني وكل ودي كل شيء اسباب كل حاجة دي اسباب يمكن ربنا يا رزقنا بواحد ابن حلال يشوفك ويشوفنا يقول لها صفارهم واحد ابن حلال يقول لي هجيب لك شقة واحد ابن حلال يقول لي هتكفل بالعلاج كل شهر يعني ان الوقت ما بداينا عدينا ههو مفيشiszفر بتشوف الكوشك يا جماعة اكل ولادي منو يا الجماعة تبق اللي عدوية عايز الكوشك فيه في اي حتى انا بشاباي يقول عايز كوشك عايز علاج طبو انا عايز حاجة ودون حاجة ادنى حاجة بس منو ثمان سنين عايز كوشك في اى ممطقة اكل منه ولاسي اشتركوا في القناة